طيب خلونا نروح لصورة وتعليم الأطفال دايماً مبهرين وإحنا كتير بيتهائلنا أن قدرة التحمل بتاعتهم قليلة لكن دايماً نكتشف أن قدرة تحملهم تتناسب تماماً مع القدرات والمواهب والنعم اللي ربنا ادهى لهم أنا عايز أكلمكم وحكي لكم قصة كفاح أصغر ميكانيكية في مصر صحيح ممكن أكون يعني حاسة بحزن أن طفلة في سنها بتشتغل لكن أشعر بفخر كبير جداً أن بنت في سنها عندها إحساس بأسرتها وعندها تضحية لأسرتها وعندها إيمان بمستقبلها وعندها إصرار على استكمال دراستها وعندها أحلام عايزة تحققها بيسموها الأستابلية هي اسمها ردوة حسن طالبها في خمسة ابتدائي وبتشتغل في ورشة ميكانيكا في مدينة نصر نفس الورشة اللي بيشتغل فيها باباها اشتغلت مع باباها لأنها خايفة عليه بعد ما عمل عملية في القلب ركب دعامة وصحته تعبانة القصة ابتدت ببساطة أنها كانت بتنزل معاه عشان تطمن عليه تقعد جنبه كده تشوفه لو تعب لو محتاج حاجة علشان هي متعلقة بي جداً وخايف عليه بعد ما عمل العملية شوية بشوية اتعلقت بالشغل أنا شوية بشوية قالت له أنا عايزة أتعلمها شوية بشوية فضل التلح لأ لأ عايزة أتعلم لحد ما القب واقفت القصة بيليا أو القصة ردوة بتقول إنها بتعرف العيب اللي في العربية من أول تدويرة المفتاح وسماع صوت المطور وبتقول إنه هي بقلها سنتين بتشتغل مفيش عربية واقفت قدامها وإنه شغلانة شغلانة سهلة ردوة بتدرس شغلها في الورشة ما منعهاش خالص إنها تدرس طالبها في خمسة ابتدائي وطالبها متفوقة وبتطلع من الأوائل بتروح الورشة الجمعة والسبت أكيد أجازت المدرسة وأي وقت بتبقى يعني بعد المدرسة لو احتاجت إنها تروح الورشة بتقعد بقى تحل الواجب جوة والناس اللي بتتعامل وتروح تصلح عربياتها بتتعامل مع بنتها الود والمحبة وفي منهم ناس يعودوا يساعدوها في المذاكرة حلمها إنها تبقى مهندسة ميكانيكا وعايزة تدخل كلية الهندسة قسم ميكانيكا ده حلمها ردوة أو بيليا بتشتغل في الورشة عشان تساعد أهلها عشان عندها أربع إخوات عشان تساعد باباها المريض عشان تساعد نفسها عشان تكمل تعلمها الحقيقة ملخص قصتها في كلمتين هي بتقولهم إنه الشغل مش عيب وإنه البنت زي الولد ردوة مش بس لوحدها ده في عندنا جانا في اسكندرية وفي منا في كفر الشيخ أطفال بتشتغل وعلى قد ما عقلي وقلبي بيرفضوا تماما في جرة شغل الأطفال في السن ده على قد ما حسة بالفخر إنه قد كده هي بره بوالديها وقد كده حسة بأسرتها وقد كده بتضحي بأسرتها تضحيتها لأسرتها شيء مبهر إصرارها على تكميل تعلمها شيء مبهر نجاحها وتفوقها في الدراسة شيء مبهر شطرتها في الميكانيكا شيء مبهر ردوة عايزة تبقى مهندسة ميكانيكا عايزة تجيب الحاجة اللي حبتها من أصلها تتعلمها تعليم مظبوط وتوصل فيها لكل الأفاق بقى الواسعة مش بس مجرد تصليح السيارات ردوة كلها على بضع عشر حداشر سنة لأنها في خمسة ابتدائي لما تبقى طفلة في السن ده شايفة إن الشغل مش عيبه البنت زي الولد يعني بنت عندها شخصية وعندها وجهة نظر لما هتكبر هتبقى مهندسة شطرة وعندها شخصية وعندها وجهة نظر وصعب أي حاجة في الدنيا تكسرها أنا بدي تحييته للوسطة بليا أو للباش مهندسة ردوة يا رب يا ردوة تحققق كل أحلامك وتبقى مهندسة ميكانيكا قد الدنيا وكلنا نبقى فخورين بك شكرا